موضوع الثاني أزمة كتالونيا أنا أدعو أي حد محوش قرشين على جنب تحت البلاطة أنه في مسألة استقلال كتالونيا أنه دي فرصة بتبقى جيدة جداً لستثمار الحقاري والله بكلمكم بجد يعني لأنه في الأوقات اللي زي كده بتنهار أسعار العقارات جداً والفلوس اللي هتحطها مش هتخسرك حاجة ففيه عندك سيناريوهين إما أن كتالونيا تستقل فعلاً ويحصل بيها اعتراف دولي وبالتالي ساعتها هتتعدل المسألة هتاخدوا 3 و 4 كويس سعر العقار بتاعك لو دفعت 100 ألف يورو هتلاقي بعض الاستقلال إن كان معترف به دولياً على طول هتلاقيها بقت 200 و 300 و 400 ألف يورو طيب افترضنا إنها ما استقلتش ووصلوا إلى حل جيد ما بينهم ما بين الحكومة المركزية في مدريد برضو هتلاقي سعر العقار بتاعك زياد فأنا هدعو الناس اللي بتحوش تحت البلاطة إن أرادوا إن هم يعملوا استثمار عقاري في أوروبا تروحوا على الاستثمار في كتالونيا إن أردتم فكرة غريبة صح؟ بس تصدقوني فكرة مربحة يعني لو حبين